بحث سمو اللوارك الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي سبول تعزيز التعاون مع ديريك اتشولت مستشار وزارة الخارجية الأمريكية خلال الزيارة التي يقوم بها سموه إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن مملكة البحرين ماضية في تعزيز علاقاتها المتميزة مع الولايات المتحدة الأمريكية في ظل العلاقة المتينة والرسخة بين البلدين وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة ويخدم المصالح المشتركة وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك حضر اللقاء الشيخ عبدالله بن راشد الخليفة سافير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية والشيخ خالد بن علي الخليفة مساعد مستشار الأمن الوطني والشيخ أحمد بن عبدالعزيز الخليفة رئيس جهاز الأمن الاستراتيجي والدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد الخليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية